هربا من جحيم الصيف اللاهب خرجوا في تظاهرات للمطالبة بأبسط حقوقهم الأساسية وهي الكهرباء لتباغتهم في جنح الظلام الدامس فوهة السلاح بالرب رصاص حي واعتقالات وقمع ممنهج هي خيارات الحكومة المتاحة أمام غليان الشارع من أزمة الانقطاع التام للكهرباء مع تجاوز درجات الحرارة حاجز الخمسين درجة مئوية عقب عجزها عن امتصاص الغضب الشعبي في جميع المحافظات بإجراءاتها الترقيعية كتعطيل الدوام أو تقليص ساعات العمل أو حتى استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش المتهم أساسا بالفساد وعلى الرغم من تخصيص نحو تسعين مليار دولار لوزارة الكهرباء منذ العام 2003 إلا أن المواطن الإراقي لم يلمس أي أثر حقيقي لهذه المخصصات على أرض الواقع في ظل الفساد الحكومي المستشري وارتهان الحكومة بالكامل إلى إيران بيد أن تبعية ساسة العراق الجدد لإيران تبدو أمرا حتميا إذ أكد النائب السابق وإل عبداللطيف أن الحكومة رفضت عرضا من إحدى الشركات الأوروبية ببناء محطة كهربائية متكاملة بمبلغ 200 مليون دولار تسدد على مدى ثلاث سنوات لتوافق لاحقا على إبرام عقد مع طهران بشراء الغاز بمبلغ 900 مليون دولار رادت شركة سي أمسي 200 مليون على ثلاث سنوات يعني مو دفعة وحدة 200 مليون أنطولنا 200 مليون هي الحكومة العراقية حتى نكمل محطة قوامها 1200 ميدا يرحون يجيبون 1200 ميدا من إيران ويدفعون 900 مليون دولار تصريحة تتطابق مع ما جاء مؤخرا في تقرير لصحيفة الانبندنت البريطانية شددت فيه على أن تفاقم الكهرباء في العراق يعود إلى اعتماده على الطاقة الإيرانية بل ذهبت الصحيفة البريطانية إلى أبعد من ذلك بالتحذير من أن تدفع أزمة انقطاع الكهرباء العراق إلى حافة الانهيار الكلي تظل الضائقة المالية التي تعصف بإيران التي قطعت امدادات الطاقة عن البلاد